من فترة معايشة السفيرة الجديدة مع السفير السابق ماثيو وبيحضور جنين بلاس خارت والكتلة السياسية كانت تتراقب وتترقب وكانت أيضا زرع عيون في الدول المجاورة للعراق تريد تعرف التحركات الأمريكية، التحركات الأممية الهدف من هذه التحركات ومن هذه التغييرات شنو؟ لكن هي المفاجأة هي حصة اللي حرقت تقريبا دوابر الكتلة السياسية ومسؤولي الكتلة السياسية وعرضتهم إلى أزمة اليوم يعني نحن نلاحظ بالتغريدات والتصريحات أكو تناقض منهم من يغازل ومنهم من يبتعد خطوة حتى يشوف من اللي رح يدخل بالهدف ورح يكون هو في مرمى جيد يعني قرار الأمم المستحدة يغازل من؟ يغازل بلاس خارت؟ أستاذ أنس، الموضوع هو غازل بلاس خارت وهم يعلمون يعني هزة الأمم المتحدة إذا قلنا وتحدثنا في الأعلام أن الأمم المتحدة لا تعلم شيء عن السياسة والكتلة السياسية وتوجهاتها وعملها وأداءها داخل العراق فهذه مصيبة وإن كانت تعلم فليست المصيبة وأعظمه بل أنه هناك تخطيط من قبل الأمم المتحدة بالسر كان يتداولون مع ممثليهم داخل العراق ويرسمون من خلاله آلية لكن بالعلن أنه الهدف أصبح واضح من صار الموضوع علني وأمام هذا المجلس وأخذ انطباء إعلامي بهذا الكم الهائل هو أول شيء صعق للكتلة السياسية داخل العراق وثاني شيء أنه أكو موجة ممكن تكون دبلوماسية بإزاحة جزء من الكتلة السياسية ومسؤوليهم داخل العراق أو ممكن يكون جزء منها عسكري وهذا العسكري يمكن أغلب الشعب العراق اللي رح يصفق له يعني وممكن الكتلة السياسية رح تتحدث بالخطابات المثالية أنه احنا يعني ما نسمح للمحتل وما نسمح للعمالة لكن يخلون في بالهم أنه أغلب الشعب العراقي رح يكون عميل لكن عميل من أجل مصلحة بلده وعميل من أجل إزاحة هاي الوجوه وإزاحة من كانوا ينفذون برنامج خارجي ويطبقون أجندات خارجية داخل بلدهم وبالتالي ثروة البلد رايحة إلى الخارج وتدفع رواتب إلى الخارج